انطلقت فعاليات سباق الهيجن على أرضية ميدان السباقات غرب مدينة العريش بشمال سيناء يأتي ذلك في إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصري للسباقات الهيجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية في إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصري لسباقات الهيجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية انطلقت فعاليات سباق الهجن على أرضية ميدان السباقات غرب مدينة العريش بشمال سيناء احنا بصدد ان احنا بنعمل بروفا على المهرجان الكبير اللي هيتم ان شاء الله في خلال شهر اكتوبر وجاين نحضر زي بروفا كده ونقعد برضو مع بعض نشوف ايه اللي احنا ممكن نخطط له ايه اللي احنا ممكن ننمي به هذا المهرجان طبعا رياضة الهجن هي مش مقتصرة على هذا المكان فقط احنا بيجينا ناس من الداخل سواء من مطروح او من جنوب سيناء في دول عربية تشترك معنا بمشاركة نحو 250 هجانا من ابناء سيناء شهد سباق الهجن تفاعلا كبيرا بين الهجانة الذين توافدوا على الميدان للتنافس على المراكز الاولى الرياضة الهجن هي اقدم رياضة في التاريخ قبل الاسلام وموروث شعبي توارثوه الاجيال جيل عن جيل والحمد لله تطور كبير بدعم الفخانة الرياضة لهذه الرياضة وان شاء الله القادم افضل وان شاء الله يعني العريش هي افضل قبلة لمحبيرات الهجن مكانها الرائع ومنخط طيب سباقات الهجن تنطلق بانتظام في الميدان المجهزة على مستوى مصر ويعد ميدان السباق بالعريش من الميدين الرئيسية الياذبة للهجانة من جميع المحافظات اشتركوا في القناة